السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد مش ببطل ابدا اعملها مهما عدد من وقت لما كون عايزة حاجة حلوة كده في نص الليل تدفي كده في الشتاء خطيرة وما تاخدش مني اكتر من 3-4 دقيقة اسكري الله صلي على الرسال علي افضل الصلاة والسلام ونبتدي مع مقادين وقلود بسم الله الرحمن الرحيم ما تنسوش اللايكات يا بنات اول حاجة معي اربع محلق كبار من الدقيق عليهم معلقتين كبار من السكر الحبيبات العادي بعد كده هنضيف معلقة كبيرة من الكاكاو البودرة الخيم ونصف معلقة صغيرة من الباكينج بودر اللي هي خميرة الحلويات ودي مكونات الجفة عندنا هنقلبها مع بعضها بعد كده هنحط معلقة كبيرة من الزيت وهنحط حوالي خمس معلق كبار من الحليب لو حسيتي ان انتي بعد ما ضفتي خمس معلق الحليب ان الخيط عندنا ينشف ومعلقة مش راي تمشي فيه هنضيف كمان شوية حليب ام حاجة ان انا عايزيك تضيفي حليب لغاية ما تحصلي على القوام اللي قدامك ده قوام تقيل بس المعلقة بتمشي فيه عادي بعد كده بقى لو حابة تحطي مكعب ولا مكعبين شوكولاتة صغيرين كده في النص بيديها طبعا طعم حلو قوي ولو مش حابة مفيش مشكلة بعد كده يتسويها مايكرويف يتسويها فرن حسب ما تحبي انا سوتها مايكرويف اخدت بالضبط دقيقة ونص ولو هتسويها فرن هتاخد من خمس لعشر دقيقة وطبعا نتابعها ونشوف هستوت ولا لأ عندي بقى شوية كده من الشوكولاتة بديل نوتلا هنحطها على الوش ونسويها طبعا الكيك ده بيتاكل سخن ما تسبيه وش يبرد وتكليب طعمه ومش بيبقى حلو انما هو سخن بيبقى خاطيش جدا نحيز اقولك انت لو فقه فيه وبتاخدي كده مشروب ومعايا الكيك ده هتدفعي فيه مبلغ احنا نقدر نحضره في البيت بمنتهى السهولة عملنا كتير اكلات لجوع نص الليل فقلنا نعمل تحليات لنص الليل برضو شايفة الجمال بجد الجمال عدت كلام مستوية جدا وطعمها طحفة خطيرة خطيرة ومن حلويتها طبعا ما كملتش دقيقتين وكنت مخلصها شايفة الجمال مانا بقى الفيديو كنا لاعجبكم تب خلش عليها بلايك وباشتراك وبشير للفيديو مانا لكم يوم سعيد اهي خلص تاقي السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة